لن يحصل الجزائريون على لحم الدجاج بأقل من 300 دينار خلال الشهر الفضيلة بنظر للأسعار التي وصلت إليها الصيصان وتكاليف العناية بها والعينتها هنا من مزارع تربية الدواج ببرج بورريج سعر الصوص كما هذا اللي رهم يوجده الرمضان مخلصينه بـ 18,180 دينار حتى الـ 200 دينار سعر الألاف مليون 20 دينار تعل الخدام زيد لها 30 دينار تعل أدوية زيد لها 30 أو 40 دينار تعل فريش وانتعل التدفئة توقعوا سعر في رمضان أنه يكون الدجاج سعر تعله رايح يطلع بحد بلك يفوت الـ 40 ألف للمستهلك وهذا احنا كفلاحين ما ناش قابلين باش يكون سعر للمواطن الدجاج واجد بـ 45 ألف حالة قلق يعيشها مربوة دواج جراء زيادات المسجلة في أسعار السيصان والأعلاف مع تخوف من نفوق السيصان والدواج بسبب الفيروسات والأمراض المنتشرة أمراض الفيروسية اللي رايح الدور خاصة هذه الأيام في المناطق التوعنا اللي هنا اللي رايح الدور بكثرة الـ H9 وكذلك الـ EB اللي هي البرونشيت انفكسيوس كل هذه المعطيات جعلت سليم يطلق المهنة بالثلاث ويتخلى عنها بعد كل الخسائر التي تكبدها وفي ظل غياب أدنى دعم من الجهات الوصية غالق الأعلاف وغالق الصوص وغالق الأدوية وأثرنا على هذا المعشاط بتكنولوجيا الحديثة وهنا مسكرين جاراجاتنا ونطلب من السلطات إن شاء الله تقدمنا يد المساعدة لحم الدجاجي لمن استطاع إليه سبيل خلال الشهر الفضيلة حسب مربية دواجن الذين ينظرون بارتفاع في الأسعار إذا لم تتغير الظروف المحيطة بهذه الشعبة